بسم الله الزملاء والزميلات السلام عليكم ورحمة الله مع توالي الأزمات السياسية والاقتصادية الجميع بدأ يبحث عن التكمعات وعن الاتحاد سواء على مستوى الأمم أو مستوى البلدان مستوى الشركات حتى على مستوى الشركة الوحدة من هنا جات فكرة ERP Enterprise Resource Planning أو تخطيط موارد الشركة اللي هو مش اسم برنامج هو نظام عمل بيلم في كل الإدارات تحت نظام واحد مرتبط كله ببعض إيه هي الإدارات أي شركة؟ هنقولها بترتيب ظهورها وترتيب بدايتها في العمل أول حاجة أدارة المبيعات فأدارة التخطيط المشتريات المخازن التصنيع إدارة الجودة خدمة العمل المالية إدارة المعارض البشرية كل إدارة بتشتغل مستقلة كل إدارة لها شاشتها ولها مسؤولينها ولكن في الآخر خالص كله بيصب في شجرة الحسابات شجرة الحسابات هي العمود الفقري لأي برنامج من هنا ننتقل عن النقطة الثانية ألا وهي أساسيات الـ ERP System أساسياتها ثلاثة لو تخنان هي بناء آدم وأي بناء آدم أساسياته عمود فقري إدين ورقلين وعصب يحرك الإدين والرقلين طب العقل شيء بديه متفقين جميعاً إن القنبيطة لا عقل له عقله هو عقلك إنت اللي بتغذي به هو اللي بتحرك فالنفس القصة الـ ERP اللي أنت بتقول له عليه هو بيتحرك بناء على توجهتك إنت عشان كده يمن بقول لو الورق مظبوط السس بحيمشي مظبوط الورق مش مظبوط يعني أنت مش عارف أنت ماشي إزاي البرنامج عمره ما حيدلك طيب زي ما قلنا يبقى أم حاجة العمود الفقري ألا وهي شجرة الحسابات الأطراف يدين ورجلين ألا وهي الموظفين الموظفين هم أساس الشركة بس أنا محتاج محرك ليهم ألا وهو إيه بالنسبة للـ ERP العصب العصب بالنسبة لي سير العمل أو بنون عليه الورك فلو طيب تخش على النقطة اللي بعد كده إزاي بيشتغل البرنامج البرنامج بيشتغل عن طريق سير العمل يعني إيه سير العمل يعني كل خطوة محددة بحق بعرف البرنامج من اللي بيعد المستند من اللي بيراجع من اللي بيوافق فأنت سواء موجود في الشركة مش موجود موجود داخل البلد مش موجود في ورق مفيش ورق بنقدر نمشي النظام يعني إيه أنا عايز أمر دفع عملت أمر الدفع عملت له حفظ عملت له ترحيل وفي دي الموجود تطلع رسالة مباشرة للمراجع يقول له أنت عندك مستند مفروض تراجعه سواء رسالة بالموبايل أو رسالة على الإيميل البرنامج مباشرة هنا بيبعث مش الموظف راجع وقال لأكي أنا راجعت تطلع رسالة مباشرة للمستوى الأعلى للمدير المالي يقول له أنت عندك فيه مستند المفروض توافق عليك إن الفلوض تتصرف تجيله رسالة يتوافق عليها ومجرد ما يتوافق عليها تيجي رسالة للمعد إن المستند بتاعك يتوافق عليها وفرت فلوس وفرت وقت وفرت مجهود وفرت ورق ده إليه الربي طيب نقطة اللي بعد كده إيه خطوات العمل طيب هنقول خطوات العمل وحنقول الدائرة الواسعة فالدائرة الكاملة بتبتدي إمتى شغل الانتاج أو التصنيع أو البيع بمجرد إن أستلم من العميل أستلم طلب بيان بالأصعار أنا بنتج منتج ما لعميل ببعات لرسالة بيقول أنا عندي عايز عدد الوحدات دي عايز عرف السعر كام برد عليه بعرض السعر أو الكوتيشن بيوافق عليه بحوله لسيلزو أوردر أو طلب مبيعات طلب مبيعات ما هو إلا عقد ما بيني وبيني العميل بناء عليه بيبتدي التخطيط يخطط إمتى حنقدر نصنع القطعة دي أو المنتجات اللي عايزها العميل بحط المعاد قبل المعاد بفترة كافية يبتدي مسؤول عن التخطيط يبص هل البضاع دي موجودة عندي مش موجودة يبتدي يدي أمر بطلب شراء المواد دي ومجرد الموافق على طلب الشراء تروح لإدارة المشتريات يجيب عروض أسعار يتوافق على السعر يتحول لسيل أمر شراء أمر شراء ما هو إلا عقد ما بيني وبيني الموارد سيلزو أوردر عقد ما بيني وبيني العميل البرشزو أوردر عقد ما بيني وبيني الموارد بيبتدي نستلم البضاعة يستلم أمين المستوضع البضاعة كده بضعات كلها موجودة في المستودع يدي المسؤول عن التخطيط يدي الأمر بالتصنيع والإنتاج بيصنع تخش على إدارة الجودة يرائب البضاعة اللي خارجة يقول لخدمة العملاء البضاعة جاهزة ييجي يستلم البضاعة بتاع الحسابات يطلع الفاتورة بناء على إصدار أمين المستودع للمنتجات أو للبضاعة اللي عنده للعميل ده ترتيب الإدارات طيب يبقى أني أفضل لي أستخدم البرامج العادية ولا لأي أربيه هندي مثال ماتش الكورة فريق 11 واحد وفريق واحد بس اللي بيلعم الواحد ده ما شاء الله مسؤون عن الهجوم وعن خط النص وعن الدفاع وعن حرص المار مين اللي حيكسب لا لحيكسب الإكسل ولا لأي أربيه لما نتحد كلنا ونشتغل تحت إيد واحدة أو منظومة واحدة لازم حنكسب ده فكرة الإي أربيه والبرامج الأخرى أو الإكسل برضو في الختام أذكركم بالقول يتغير يتتغير كله دلوقتي قائم على الاتحاد وقائم على التطوير الإكسل اللي خلاص ما بقاش ينفع كان زمان البرامج دي غالية جدا النهاردة بقى البرامج رخيصة جدا وبقت سهلة جدا في استخدامه فرجاءا يواقب التطوير وانا أوفش نتفرج على اللي بيحصل كتب الله أنا ولكم التوفيق والسداد وغفر الله أنا ولكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة